إذن هلأ نرجع أصدقائي لبرنامجنا لوقت الفرح ونرجع عموضوع السير وقف تكلم هلأ إحنا معنا طبعاً أمشي عنا تكلم كملونا عن هالموضوع وناخد كمان تليفون إذا في مجال في معنا تليفونات هلو هلو أيوة مرحباً أهلاً أهلاً مساء الخير مساء الوارد مين؟ معاكي هالا أهلاً يا هالا كيفك؟ الحمد لله مبسوطة؟ كتير شو الأخبار؟ كويسة تمام وليلي مدرستكم سهل تقطعي من قدام هالشارع ولا صعب؟ لا سهل كتير بعدين بينه وبين المدرسة 400 متر بين بيتكم وبين المدرسة؟ أه معناتكم محظوظة كتير أنت أه بس شو رأيك بالناس اللي بيضطروا أنهم يمشوا مسافات طويلة ويقطعوا شوارع يعني؟ أه في ناس اللي لازم يقطعوا شوارع لحتى يوصلوا عبيتهم؟ أه نعم تحسلي في مرات بيكون في تعاون ما بين السوائين والصغار؟ أه في تعاون؟ في أه طيب تمام تحب تحكي مع الشباب اللي معنا بالستوديو والصبايا؟ أه يلا تفضلي مرحبا؟ كيف فيك؟ الحمد الله كيف كنت؟ مين الحمد الله؟ أه طبعا أنت معاك هلا عم تحكي لفين؟ أه لفين أه أه هلا تفضلي لفين نعم هل تفضل صعوبات لما تعملوا بالسوارع؟ طبعا إنش أكيد الواحد يواجه صعوبات أول إشي يعني أمر جديد عليه أمر جديد عليه بكون فهم بديواجههم الصعوبات إنه أولا عدم تعاون بيجي بداية عدم تعاون هذه السيارات معا يعني سوئين السيارات وبعدين لما يجي بعدين في بعض الطلاب يعني أنهم بيجي بحاول وبدهم يعني كيف أنهم كيف أنا أنا يعني أجي أقطع أنا أجي أقطع من هون ليش أقطع من هون يعني مرة 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 بحاول يعني يعني حتى في عدم تعاون من الطلاب أحيانا بيستكبروا ع حالهم إنه حدا يدلهم كيف يقطعوا الشارع أو يساعدهم ويكون مرة توجيهي إنه شي كتير ليش يعني أوقف أنا من التوجيهي صاروا ناس كبار هل أن يكونوا باعتبروا حالهم فما بدهم حدا يقطعهم الشارع وبدأ أضيف الشارع لأنه وجود فترتين في المدرسة فنواجه صعوبات على رد الطلاب الثانوية علينا بحسوكم صغار فكيف يردوا عليكم هدول طلاب الثانوية بنا الله يخليكم يا طلاب الثانوية تحاولوا تردوا عليهم لأنهم بدوا مصلحتكم